بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي التلاميذ مؤسسة نوفيلوريزون أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وعلى خير بالنسبة لدرس اليوم هو موجه إلى المستوى الثالث الأعداد الكسرية مقارنة وترتيب في هذه الظروف الاتثنائية سوف نتواصل إن شاء الله عن البعد الآن أعزائي التلاميذ سوف ننتقل إلى النشاط رقم واحد لدينا نلاحظ الأشريطة الثلاثة لدينا ثلاثة أشريطة A و B و C السؤال الأول نحدد العدد الكسر الذي يمثل الجزء الملون في كل شريط السؤال الثاني نقارن الأجزاء الملونة متنى متنى وماذا تلاحظون نلاحظ أن لدينا ثلاثة أشريطة ثلاثة أشريطة لها نفس القياس ومجزاء إلى أجزاء لدينا أجزاء ملونة وأجزاء غير ملونة بالنسبة للشارط الأول فهو مقسم إلى أربعة أجزاء وجزئين فقط ملونين بالنسبة للشارط الثاني مجزء إلى جزئين وفقط جزء واحد ملون وبالنسبة للشارط الأخر فهو أو رقم السي فهو مجزء إلى ستة أجزاء وثلاثة أجزاء ملونة لاحظوا معي جيدا نعتبر هذه الأشريطة عبارة عن قطعة من الشوكولاتة القطعة أو الشارط كامل أو القطعة كاملة هي الوحدة الوحدة هي لوحة اللوحة كاملة لوحة من الشوكولاتة لدينا جزء من الوحدة بالنسبة للشارط الأول أو لقطعة الشوكولاتة الأولى جزئين من أربعة أجزاء يعني إثنان على أربعة إثنان هو البسط العدد الكسري الذي يشير إلى الأجزاء التي أخذت من الوحدة أو الأجزاء الملونة وأربعة هو المقام هو العدد الكسري الذي يشير إلى عدد الأجزاء التي قصمت إليها الوحدة أو الشارط وتعرف العدد الكسري كجزء من الوحدة يعني إثنان على أربعة وبالنسبة للشارط الثاني فإنه مجزء إلى جزئين يعني واحد على إثنان وبالنسبة للشارط الثالث فهو مجزء إلى ستة أجزاء أخذنا أو لوننا ثلاثة أجزاء يعني ثلاثة على ستة نلاحظ أن هذه الأشريطة أو هذه القطع اللوحات من الشوكولاتة لها نفس القياس نعيد لها نفس القياس وكذلك الأجزاء المتخدة لها نفس القياس رغم أن المقامات لا نحصل على نفس المقام وكذلك مع اختلاف البسط سوف نمر إلى الحل مع بعض لقد قمت بكتابة الحل على الصبورة بالنسبة للنشاط رقم واحد هو السؤال الأول هو تحديد العدد الكسري الذي يمثل كل جزء لقد رأيناه في درس السابق تقديم الأعداد الكسرية يعني الجزء الملون 2 على 4 بالنسبة للشارط A 1 على 2 بالنسبة للشارط B و3 على 6 بالنسبة للشارط C من خلال المقارنة وما شرحناه سابقا نلاحظ أن 3 على 6 تساوي 2 على 4 تساوي 1 على 2 يعني هذه الأعداد الكسرية متساوية هذه الأعداد الكسرية متساوية إذا قمنا بأخذ 2 على 4 تساوي 1 على 2 سوف نقوم بالقسمة 2 على 2 وكذلك نقوم بقسمة العدد 4 على 2 يعني البسط والمقام نقوم بقسمتها على نفس العدد وسوف نجده 1 على 2 يعني 2 على 4 الشارط A يساوي 1 على 2 العدد الكسرية بالنسبة للشارط B إذا أخذنا الشارط B مع الس يعني 1 على 2 تساوي 3 على 6 سوف نقوم بضرب 3 1 في 3 و2 في 3 يعني البسط والمقام نقوم بعملية الضرب وسوف نحصل أو الجداء وسوف نحصل على 3 على 6 هذا ما سوف نقوم بشرحه من خلال المضاعفات والقواسم وسوف نمر للمثال لدينا المضاعفات مثال مضاعفات لعدد 4 توجد في جدول الضرب 4 دائما 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 نقول لكم جدول الضرب جدول الضرب لأن جدول الضرب هو مفتاح رياضيات أنا بالنسبة لي أنه مفتاح لمادة الرياضيات مضاعفة لعدد 4 هو جدول الضرب 4 ومضاعفة لعدد 2 هو جدول الضرب 2 ومضاعفة لعدد 3 هو جدول الضرب 3 ومضاعفة لعدد 5 هو جدول الضرب 5 يعني أي عدد ومضاعفته يعني جدول الضرب مثال مضاعفة لعدد 4 توجد في جدول الضرب للعدد 4 يعني أربعة ضرب واحد تساوي أربعة والمضاعفة مكتوبة بلون المغير وأربعة ضرب اثنان تساوي تمانية وأربعة ضرب ثلاثة تساوي اثنى عشر وكذلك أربعة ضرب أربعة تساوي ستة عشر إلى آخره هذه المضاعفة إنها سهلة جدا كي نجدها الآن نمر إلى القواصم لدينا مثال إذا أخذنا العدد اثنى عشر وهذا ما كنت دائما أركز عليه في جدول الضرب إذا أخذت مثال العدد اثنى عشر هو واحد ضرب اثنى عشر وكذلك العدد اثنى عشر يساوي ثلاثة ضرب أربعة واثنى عشر يساوي اثنان ضرب ستة يعني الأعداد واحد واثنان وثلاثة وأربعة واثنى عشر قواصم للعدد اثنى عشر يعني تقبل القسمة ودرس القسمة لقد قمنا بدراسته سوف نمر إلى مثال آخر لكي نعززه الفهم المثال الثاني للقواصم سوف نقول سوف نأخذ العدد سوف نأخذ العدد أربعة وعشرون نأخذ العدد أربعة وعشرون نعلم أن أربعة وعشرون يعني أول مضاعف يعني ضرب واحد أربعة وعشرون ضرب واحد تساوي أربعة وعشرون يعني القواصم الأولى هي واحد القاسم الثاني سوف نأخذ اثنان أربعة وعشرون هي اثنان ضرب اثنى عشر أربعة وعشرون ضرب اثنى عشر وقلنا لإيجاد عدد مكون من رقمين أو رقم واحد أو ثلاثة أرقام نأخذ فقط نأخذ فقط رقم وحداته هنا لدينا في أربعة وعشرون أربعة يعني أربعة وعشرون تقبل القسم على اثنان اثنان ضرب اثنى عشر تساوي أربعة وعشرون وكذلك نعلم من خلال جدول الضرب أن أربعة وعشرون تساوي ثلاثة ضرب تمانية وكذلك أربعة وعشرون تساوي أربعة ضرب ستة ويمكنكم تشجيل هذه النقط في دفتر البحث يعني 24 لها القواسم الأعداد 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 12 هي قواسم للعدد 12 أعيد الأرقام 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 12 هي قواسم للعدد 24 يمكنكم فعل أمثلة لكي تقوموا بفعل قواسم مشتركة للعدد والآن سوف نقوم بالنشاط رقم 2 تلاحظون معي يوجد 3 أشريطة أو 3 قطع من الشوكولاتة الجزء الملون سوف نبدأ في النشاط رقم 2 الجزء الملون يمثل نصيب كل طفل لدينا 3 أطفال أحمد و ملاك و علي نكتب نصيب كل طفل على شكل عدد كسري لقد رأيناه سابقا سؤال الثاني نحدد الذي أخذ أصغر نصيب والذين أخذ نصيبين متساويين يعني سوف نصل إلى المقارنة لدينا 3 أشريطة جميع هذه الأشريطة مجزأة إلى 8 أجزاء سوف نعتبر هذه الأشريطة كقطعة من الشوكولاتة لدينا نصيب أحمد هو قطعتان هو جزئين من 8 أجزاء يعني 2 على 8 و نصيب ملاك هو 3 أجزاء على 8 أجزاء يعني 3 على 8 و أخيرا علي 3 أجزاء على 8 أجزاء يعني الجزء ملون على جميع الأجزاء 3 على 8 كما تلاحظون سوف ننتقل جميعا إلى الحل لدينا أحمد 2 على 3 نصيب أحمد 2 على 8 و نصيب ملاك 3 على 8 و نصيب علي 8 على 8 و أنا أضفت شريطا آخر و جزأته كذلك أو قصمته إلى 8 أجزاء و قمت بتلوين جميع الأجزاء يعني الوحدة كاملة 8 على 8 تساوي واحد يعني الوحدة إذا اعتبرتها لوحة من الشوكولات و جزتها إلى 8 أجزاء يعني أكلت اللوحة كاملة أو أكلت الوحدة كاملة كما قلنا في الدرس السابق يعني 8 على 8 تساوي واحد من خلال هذا نلاحظ من خلال هذه الأشريطة نلاحظ أن أصغر أحمد أخذ أصغر يعني 2 على 8 أصغر من 3 على 8 يعني أكل أجزاء أصغر يعني 2 أكل أجزاء أصغر و كذلك نلاحظ أن ملاك وعلي 3 على 8 تساوي 3 على 8 من هنا نستنتج الاستنتج ماذا تلاحظون وماذا نستنتج نلاحظ أن في العدد الكسري لدينا بسط ومقام أن بالنسبة لهذه الأشريطة جميعها لها نفس المقام و ننتقل إلى الاستنتج يعني لمقارنة عددين كسريين لهما نفس المقام نقارن بسطيهما وأكبر العددين هو الأكبر أكبرهما بسطا وأصغر العددين هما أصغرهما بسطا أعيد لمقارنة عددين كسريين لهما نفس المقام نقارن بسطيهما وأكبر العددين هو أكبر بسطا وأصغر العددين هو أصغرهما بسطل وننتقل إلى المثال لدينا شريطين قمت بتجزئهما إلى خمسة أجزاء أخذت من الشريط الأول ثلاث قطع ومن الشريط الثاني قطعتين يعني ثلاثة على خمسة أكبر من اثنان على خمسة بالنسبة لهذا الاستنتاج سوف تقومون بإنجازه في دفتار البحث وكذلك بالنسبة لأنشطة الصفحة واحد وتمانون ثمانون وواحد وتمانون والآن سوف ننتقل إلى الكتاب المدرسي صفحة ثمانون لكي نتبت الفهم ننتقل إلى النشاط الأول تمثل صفحة ثمانون تمثل الأشكال قطع حلوة متشابهة اشتراها أربعة أصدقاء ليس ثلاثة أصدقاء بل أربعة الأجزاء الملونة تمثل ما أكله كل منهم من قطع ألف نكتب العدد الكثري الذي يمثل الجزء الحلوى الذي أكله كل منهم سوف تقومون بإنجاز تمرين وتكتبون الأجزاء نبدأ أحمد إذا أخذنا أحمد فقد أكل أخذ أو أكل من الحلوى اثنان على أربعة أجزاء جزية قطعة الحلوى إلى أربعة أجزاء اثنان على أربعة أما فاطمة فقد أخذت واحد على أربعة وأما سامية فقد أخذت تلاتة على أربعة وأمين فقد أكل الحلوى كاملة يعني أربعة قطع على أربعة تساوي الوحدة تساوي واحد نعم السؤال الثاني نقارن هذه الكثور بوضع الرمز المناسب أكبر أو أصغر أو تساوي هذه الرمز المناسبة سوف نقوم بحل التمرين لدينا إثنان على أربعة ما أخذه أحمد أصغر من أربعة على أربعة ما أخذه أمين أو ما قام بتناوله أمين وكذلك لدينا واحد على أربعة ما أخذه فاطمة أصغر من ثلاثة على أربعة من سامية وكذلك لدينا إثنان على أربعة تساوي كذلك إثنان على أربعة ولدينا واحد على أربعة أصغر من إثنان على أربعة وإثنان على أربعة أصغر من ثلاثة على أربعة نلاحظ بسط ومقام كل عدد كسري وماذا نستنتج لقد قمنا بكتابة الاستنتاج من قبل الآن سوف نقوم بالتصحيح قلنا ماذا نلاحظ نلاحظ أن للكسور الأربعة نفس المقام وبالتالي لمقارنة عددين كسريين نقارن دائما البسط نقارن دائما البسط لأن لدينا نفس المقام سوف ننتقل إلى النشاط رقم واحد وسوف ننجزه مع بعض تم تجزئ الشريط A يعني هذا الشريط تم تجزئ الشريط A بكيفيات مختلفة أكتب الأعداد الكسرية الممثلة ثم أقارنها بوضع الرمز المناسب أكتب الأعداد الكسرية ثم أقارنها بوضع الرمز المناسب لدينا الشريط A تم تجزئته بالنسبة للشكل الأول إلى ثلاثة أجزاء يعني 2 على 3 تساوي 2 على 3 ما نلاحظه من الشكل كذلك نمر إلى الشكل الثاني لدينا نفس الشريط جزئة إلى أربعة أجزاء ونفس الشريط لم يجزئ يعني أربعة على أربعة تساوي 1 وأخذنا القطعة كاملة يعني واحد على واحد تساوي واحد يعني أربعة على أربعة تساوي واحد لدينا بالنسبة للشكل الثالث قمنا بتجزئ الشريط A إلى 6 أجزاء أخذنا بالنسبة للشريط الأول ثلاثة أجزاء على 6 وبالنسبة للشريط الثاني 5 على 6 يعني 3 على 6 أصغر من 5 على 6 الآن نمر إلى الشريطين الأخيرين لقد قمنا بتجزئتهما إلى 5 أجزاء كما تلاحظون أخذنا أربعة على خمسة بالنسبة للشريط العلوي أكبر من 3 على خمسة بالنسبة للشريط الموجود في الأسفل أو السفلي الآن سوف نمر إلى الحل هذا هو الحل وإن شاء الله سوف تقومون بإتمام التمارين الصفحة رقم 81 وسوف ننجزها فيما بعد وسوف أرسلكم التصحيح عبر عبر تواصل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة